إن الله لا يتخلم عن أنبيائه ورسله ستراي الشباب ما عندهم شي دراية لا بفن ولا بكتاب ولا بعلماء ولا ولا إلى آخره خير المواد بتاعتهم فاللي فكر التفكير ده التفكير متحق تخيلوا تيتا رهيبة الفنانة ساميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي أصارت صورة الفنانة ساميحة أيوب الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي وده بعد ظهورها في المنهج الدراسي للصف السادس الابتدائي ظهرت ساميحة أيوب تحت عنوان شخصيات مصرية مؤثرة الكلام ده كله كان في منهج المهارات وطبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لازم يكون ليهم رد فعله ورأيه في الموضوع ده الحقيقة اعترض رواد السوشيال ميديا على ظهور ساميحة أيوب وفضلوا يتسألوا إيه سبب اختيارها فضلا عن الشخصيات العامة في المجالات الأخرى وده لأن عندنا شخصيات كبيرة جدا مؤثرة شخصيات في مجال الطب والعلم وغيره وحتى لو في مجال الفن إيش معنى بالذات الفنانة ساميحة أيوب ويريت على حد كده وبس لأ خرج معنا الناقض طارق الشناوي ووضح موضوع مهم جدا وهي غلطة كبيرة جدا في الكتاب في مسيرة الفنانة ساميحة أيوب علق بقى عليها الناقض طارق الشناوي وقال عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة الستة الابتدائي اسم الفنانة القديرة ساميحة أيوب لكن الغريب والمفجع والمؤلم أن اللي كتب اسم ساميحة أيوب عمل خطأ كبير جدا تابع كلامه وقال اللي كتب الكلام ده كله عن مسيرتها قال أن هي خريجة معهد السينما سنة 52 على الرغم أن هي خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي أما معهد السينما أساسا تم افتتاحه بعد سبع سنوات من هذا التاريخ يعني تقريبا سنة 59 وقال أنه مع الأسف الشديد ده بيأكل العشوائي حتى في وضع مناهج الطلبة وكرر تأييده المطلق لوضع اسم العظيمة ساميحة أيوب في المنهج لكن السبهلالة والاستهبال في تدوين معلومات خاطئة للطلبة بتضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج وكمل كلامه وقال لماذا لم يفكر الأستاذ وضع المنهج أن هما يكلف خطره بس ويتصل بمدام ساميحة أيوب منحها الله العمر والصحة علشان يتأكد من معلومات دي قبل ما ينشرها وأشاره وقال كل ده بيدل على افتقار وضع المنهج للأسته المنهجية حتى العادية والمباشرة في كتابة معلومة معلومة سهل جدا التأكد من صدقها أو زفها والحقيقة لحد هنا لازم نعف وقفة وده لأن الفنانة ساميحة أيوب بنفسها قالت أن هي خريجة معهد السينما وده من خلال برنامج صاحبة السعادة وده لما صرحت مع الفنانة إسعاد يونس أن هي كانت في معهد السينما وبعد كده تجوزت وتوقفت عن معهد السينما والدراسة فيها لمدة 3 سنوات ولكن بعد طلقها رجعت مرة تانية كميلك كميلك دراستها ومع بعضها نسمع ونشوف الكلام ده خارج من بق الفنانة ساميحة أيوب يعني الكلام اللي قاله النقض طرش النووي عن ساميحة أيوب ليس صحيحا ولكن تعالوا نسمع مع بعض تصرحات الفنانة ساميحة أيوب اللي أكدت من خلالها أن هي دراست في معهد السينما والحقيقة تم التركيز على دور الفنانة ساميحة أيوب في فيلمتي ترهيبة وده كلنا عارفين طبعا أنه هو عمل كميلي اتقدمه دو سنوات مع الفنان محمد هينيلي ولكن الكلام ده هو أصار حلم للجدد وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب تجاهل ذكر عدد أهم أعمال الفنانة ساميحة أيوب الفنية والتي على رأسها ييجي مسلسل الدوق الشارد واللي قدمت فيه الفنانة ساميحة أيوب دور كبير جدا وهنا بقى ييجي رد وزارة التربية والتعليم والمندوبة عنها واللي اتكلم وقال تنميت وسقفة الطلاب وتعرفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة شيء مهم جدا زي العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة وبالتالي تم الزج باسم الفنانة ساميحة أيوب في كتاب المهارات علشان دورها الكبير جدا وعملها المسرحية وقال كمان أن فيه صفحات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم معلومات غلط والمواقع دي ما لهاش أي علاقة بوزارة التربية والتعليم ودلوقتي مع بعض عنها ببعض المعلومات والنبذة المختصرة عن الفنانة ساميحة أيوب الفنانة ساميحة أيوب دخلت معهد السينما سنة 49 واللي أسسه الزكي طول عماد قدمت في فترة الخمسينات عدد من الأعمال زي فيلم شطر الغرام سنة 50 و51 شركت في فيلم ورد الغرام زعت نجوميتها بقى في أول الخمسينات وانضمت للمسرح القومي وأصبحت مديرة لي مرتين وده كان في الفترة من سنة 75 لسنة 89 وتولت إدارة المسرح الحديث ما بين 72 و71 بلغ رصدها على مدار مشوارها الفني حوالي 170 مسرحية تزوجت من فنان محسن سرحان وده بعد ما نشأت بينهم قصة حب كبيرة جدا وتحدت كمان وصرتها على شانو ونشأت قصة الحب دي في معهد التمثيل وده اللي بيأكد أكتر على أن الفنانة ساميحة أيوب خريجة معهد التمثيل وده بيأكد من المعلومات اللي قالها أنك الطرق الشنوي ليست صحيحة نرجع بقى دلوقتي لموضوع وضع اسم الفنانة ساميحة أيوب ضمن منهج المهارات للصف السادس الابتدائي يا ترى بقى كان رد فعلها هي ايه وقالت ايه عن الموضوع ده تعالوا نشوف مع بعض قالت ايه ردت بقى المعارضين لوضع اسمها وقالت قالت أن هي تعتقد أن أغلب المواطنين سعداء بإدراج مسيرتها الفنية في المناهج التعليمية وقالت كمان من ضروري تغيير النظر المستقبلية وعودة الفنون والاهتمام بالمفرح في المدارس وده اللي هي ساعة فرقي وتحضر الأجيال القادمة تعالوا أحسن نسمع منها ونشوف قالت ايه ازاي حضرتك يا فانت؟ اهلا 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 انا سعيد ان حضرتك موجودة معي والله اتجد يعني اهلا بي لا انا شفت سمعت يعني طرف من الحجير لكن جميل الرد يعني يعني ما نخشش بمسائهات احنا منتكلم في العصر بتاعنا وشبابنا وأطفالنا يعني يكفي ان المسرح المدرسي اتقفل من زمان صحيح فطلع الشباب ما عندهمش دراية بلا بفن ولا بكتاب ولا بعلماء ولا ولا الى اخر خير المواد بتاعاته فاللي فكر التفكير ده التفكير متحضر جدا يعني احنا بقت نظرتنا متحضرة اكتر وطلعين جل الاحسن فما نقهقرش نفسنا فالحمد لله ان فيه تاريخ وفيه توابط وفيه حقائق وفيه حاجات الحمد لله يعني متعوب فيها وفيه تنوير وفيه حاجات كتير اوي فالحمد لله يعني الحمد لله وبعد ما سمعنا كلنا رد فعل الفنانة سميحة ايوب على موضوع وضع اسمها ضمن مناهج الصف السادس الابتدائي اكيد في بعض الناس هتعارض وبعض الناس التانية هتشجع وتوافق وزي اي موضوع لازم كل موضوع بيكون فيه المعارضين والمؤيدين ولكن لا يبقى لنا في النهاية غير اننا نعبر عن رأينا وده لان اختلاف الرأي لا يفصل للود قضية وفي النهاية احب اسألكم ايه رأيكم في وضع اسم سميحة ايوب في منعج الصف السادس الابتدائي يا ترى هتنقشوني وتقولولي ايه من خلال التعليقات انا لحد هنا النهاردة هني حلقتي معاكم انا الحياة استمتعت معاكم النهاردة بالحلقة واتمنى دايما ان احنا نتناقش من خلال التعليقات في كل الموضوعات الموضوعات المهمة واللي بتكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الترندات بشكركم للمرة التانية وبرحب بكل ضيوفي اهلا وسهلا بيكم في قناة ياسمين تليتيوب نتمنى دايما ان احنا نقدم لكم كل جديد وطبعا ده عن اهم الاخبار الفنية والاجتماعية والترندات وكل حاجة بتهم مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المصري والعربي بشكركم للمرة التانية وبشكر كمان كل المترددين على القناة انتظروني بقى في حلقة اخرى من قناتنا ياسمين تليتيوب واخبار النجوم اشتركوا في القناة